الشهداء اليوم في كرمان يذكروني أيضا بكلمة للإمام الخامناء يقول فيها يبدو أن الشهيد قاسم سليماني يعني قاسم سليماني الشهيد يخيف قوى الاستكبار والصهاينة أكثر من قاسم سليماني الحي اليوم قاسم سليماني الشهيد نراه ولذلك يلاحقونه حتى ضريحه يقتلون زواره قاسم سليماني الشهيد الذي بشهادته أصبحت حياته أقوى وأفعل وأشد وأكثر حضورا نراه في كل ساحاتنا وجبهاتنا ووجوه قادتنا ومقاتلينا وشهدائنا في بنادقنا وصواريخنا وقذائفنا وعبواتنا في دموع الأطفال في صبر النساء في هذا الصمود الأسطوري اليوم قاسم سليماني حاضر في هذه المعركة بقوة وما نراه اليوم هو من ثمار تضحيات هذا القائد الجهادي الكبير تضحياته على مدى بالحد الأدنى على مدى عشرين عاما منذ أن تولى قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران والتي تتولى والتي تتحمل مسؤولية التواصل مع حركات المقاومة وساحات المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران الحاج قاسم طبعا في المناسبات السابقة تحدثنا كثيرا ولكنني أريد أن ألخص في عنوانين فقط هذه الليلة لأصل منه إلى بقية العنوين ومنه لأصل أيضا إلى أبو مهدي العنوان الأول هو دعم حركات المقاومة في المنطقة ودول محور المقاومة لكن كان تركيز بشكل أساسي على حركات المقاومة في كل منطقة وكان إيمانه ومدرسته وثقافته ونهجه هو التالي دعم حركات المقاومة تقويتها تعزيزها عدة وعديدا خبرة تدريبا تصنيعا ومن علامات الإخلاص الشديدة في عمله للمقاومة أنه كان يسعى لتصل كل حركات المقاومة إلى الاكتفاء الزاتي وتعرفوا لما دولي عم ترعى حركات عادة بعض الدول من أجل أن تبقى ممسكة بهذه الحركات لا تسمح لها أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الزاتي لتبقى مسيطرة على قرارها على خياراتها الحاشق آسم سليماني مع الكل كان يتكلم ويبرمج ويخطط ويعمل لتصل كل حركة مقاومة إلى مستوى الاكتفاء الزاتي لتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتها على إمكانياتها على تصنيعها على رجالها على خبرائها على مدربيها على مخططيها على عقولها وتستغني حتى عن السند والعون الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا واصل العمل اليوم مثلا لو أخذنا بعض الأمثلة لأن بعض الساحات في محاذير أن نتكلم عنها لكن مثلا في فلسطين خصوصا بعد الألفين حركة حماس وحركة الجهاد وبقية فصائل مقاومة ولكن بشكل أساسي حماس والجهاد وهذا لم يعد من الأسرار الإخوة في حماس والجهاد يعلنون ذلك في كل مناسبة وفي كل يوم الدعم التسليحي الدعم المالي نقل الخبرة القدرة على التصنيع تبادل الخبرات رفع الكفاءة التدريب إلى كل ما حصل اليوم هذه البطولات وهذه الإبداعات وهذه الإنجازات الميدانية في قطاع غزة هي ليست وليدة يوم ولا وليدة سنة ولا وليدة سنوات هي وليدة بالحد الأدنى عقدين من الزمن من العمل الدؤوب الذي كان يقوم به الإخوة في حماس وفي الجهاد وفي الفصائل الفلسطينية وكان الحج قاسم وقوة القدس والحواس معهم في كل ما يطيقون وفي كل ما يستطيعون ترجمة نانسي قنقر